السلام جماعات الخير سنكمل في درس الكهرباء ونرى اليوم اتجاه تيال كهربائي الدارة المستقصرة والدارة الذهب وقية نبدأ بالتيال الكهربائي التيال الكهربائي التيال الكهربائي هو التجاه لتاخذ الحبيبات الدقيقة لعندها شحنات شحنات سالبة سالبة هو اتجاه لتاخذ الحبيبات لشحنات تحى تولد طاقة كهربائية تخلي الجهاز تغداه وتشعله وبما ان شحنات الالكترونات هو سالب سالب والمولد عنده قطب سالب سالب ويصالهم تنافر اذا هادوك الالكترونات يصالهم تنافر يهربوا من القطب السالب للمولد منه كيهربوا يتجهوا من القطب السالب ويروحوا حتى للموجب الموجب رهو يجد فيهم هادي الحركات تخلي اشتعال الجهاز نحب نشعله مثلا عدنا المصبح هذا هو الاتجاه الحقيقي اذا اتجاه الهوائبات الدقيقة الالكترون هو من السالب الى الموجب ولكن اول مرة لاكتشف اتجاه تيال كهربائي كان عبر العالم امبار ديجا شدة الكهرباء تقاس بالامبار نسبة للمكتشف لهو امبار هذا العالم امبار اول مرة كيكتشف اتجاه تيال كهربائي قال بلي الاتجاه يكون من الموجب الى السالب واحتراما لهذا العالم قرر الفيزيائيون يخلوا الاتجاه تيال كهربائي قلوا له دايما بلي هو من الموجب الى السالب اذا كيطح لكم السؤال على اتجاه تيال كهربائي تقولوا بلي من الموجب الى السالب نسبة الى امبار وهو يسمى ايضا بالاتجاه الاستلاحي للتيال الكهربائي واتجاه الحبيبات الدقيقة تفكروا الالكترون 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 الدارة المستقصرة تقدر نقدر استقصار في الدارة اللي هي للتسلسل والتفرع كنا شفنا في الدرس المقبل وقتاش نديرو للتسلسل وقتاش نديرو للتفرع اذا كي نديرو دارة كهربائية للتسلسل نلاحظ بلي هدك هدك القوة تا المولد تتقسم بين هدوك ليدو هدوك زوج مصباحات في زوج يتشالو شوية يتشالو ومبعدها وش لاحظو تاني تلاحظو كي ديرو استقصار كش مانتها يعني يديرو السلك بين طرفي المصباح ولا أنتوك الجهاز لنحبي ننشالوه لما هدنا زوج اجهيزات لتأجهيزة نروح نديرو السلك بين طرفي هدك الجهاز اللي هو عدنا ومنه تيار تاني كيكون يمشي ونا من الموجب لسعب كما شفنا هندورك تيار الكهربائي كيكون يمشي كي الحق لي بدين نركب هدك السلك يروح يمشي مع هدك السلك يمشي معه ويكمل نوك نكون استقصرنا قصرنا الضارة تاني لو ش كانت حلينا ما يجوز شال الجهاز يروح هكدا ويروح إذن وش لاحظو لاحظو بلي كي ديروا هاد الاستقصار ديره المصباح ليكون بين طرفي الاستقصار ولا الجهاز ليكون بين طرفي الاستقصار شو يصالوا يطفل وهذي بينا بيسك التيار الكهربائي وليما يجوز شاله بيرو اللي يجوز هكدا وش لاحظو تاني تلاحظو بلي الجهاز لأجهزة اللي بقى ولا الجهاز اللي بقى كما هنه بقى مصباح واحد هادا يزيد القمة الاشتعال تاعو تزيد بسك بسك هاديك هاديك طاقات تخلاه مع الوقت يفسد يخسر ييتحرق بسك لابدنا احنا من الصباح كنخله بزاف مشعول وشي صاله ييتحرق وبما انه بما انه يولا وحده ولا يدي بزاف الطاقة اذا يتحرق قبل الوقت اذا استقصار الدارة الكهربائية في على التسلسج تؤدي الى تالث الجهاز الغير المستقصر وهذه الدارة تسمى دارة مستقصرة جزئيا ولا شجئيا جزئيا بس جزء برك واحد جهاز واحد من الجهاز لكاين اللي رايح يتفع خلافا على التفرر تسمى دارة مستقصرة كليا بس غير نديرو استقصار كنديرو استقصار في جهاز واحد كامل الاجهزة يتفع مش كما هنا استقصار جزئي غير جزء واحد جهاز واحد اللي كان بين طرفين الاستقصار اللي يتفع ولكن التفرر استقصار كلي كل الاجهزة يتفع مش غير اللي كان بين طرفي استقصار كما نشوف اللي هنا درنا في L2 درنا الاستقصار درنا السلك تانا كي ولا يمشي لطيار الكهربائي تانا يروح حكا يحدي غاكتما يمشي للسلك اللي درنا هزي هذا ومنه في زوج الاجهزة ما يشال وش طيار ما روش يجوز عليهم وش يقول كي يمشي تيار يقول يمشي بين السلك والمولد السلك والمولد وهنا وشنو هو الضرر الضرر وش يؤدي يؤدي إلى تلف المولد هنا عدنا تلف الجهاز اللي يكون اللي بقى يشال وهنا عدنا تلف المولد في التفارع عدنا تلف المولد وعلي يتلف بسكوت وليطاقة جغر له وهذه الحرارات تخلي تلف داخل المولد ويتحرق إذن هذا هو الفرق بين الضرر والتفارع في الاستقصار وحده تسمى ضرر مستقصر جزئيا ووحده ضرر مستقصر كليا بما أنه هنا يتفع كامل الأجهزة وهنا واحد برك اللي مبقى شبت السلسل هنا يخسر الجهاز وهنا يخسر المولد دو كانو نشوف الدار ذهاب وإياب دار ذهاب وإياب هي سهلة جدا سي طو سنبل موين شوفوها زعم مثلا في الدار واحد يكون في برمير إيطاج يكون تحت وحبي طلع للفوق باش يطلع للفوق لازم يشعر الضو تاعد الدرج باش يشوف طريق تاعد الدرج دو يشعر الضو تحت غري يدخل من الباب يشعر الضو باش يشوف الضو في الدرج يطلع الضو يطلع الدرج اللي مشعول فيهم الضو كيلحق للفوق لازم يطف الضو مش جاية يخلي الضو مشعول له تبذير في الباقة يجيهم من الفاكتور يجيهم غالية وإلى آخرة إذن باش يطف الضو لازم يحبط للتحت باش يطلع الضو مش جاية سنو عود كيف كيف وعلى شعر يكون طلع في الضو محك خير دو كوش يدير تو سم بل يشعر الضو تحت يطلع في الضو يطلع للفوق يكون كاين القاطعة يعب بظهر كي كليك فوق القاطعة هدي يطف الضو يطف الضو كي يطلع للفوق هذي القاطعة تسمى بالقاطعة ثلاثية الأبعاد اللي هي الذهاب وعيا كيف شنمثلوها تو سم بل عدنا نديرو خطين متوازيين اسم يبان هنا آخر نديرو خطين متوازيين نديرو الدارة تانا كيم مو طين متوازيين نديرو اللي من الفوق نسموه 00 واللي من التحت 11 عدنا من الجيها نسموها كا 1 ومن الجيها نسموها كادو زع ما هنه كياني التحت وهنه كياني الفوق كين نبدأ كين كون التحت نشعل الضو كين نطلع للفوق نفتح القاطعة الحمد لله تفض باش نعرف اسكو رانا شعلين والنظافيين نديرو جدول الحقيقة اللي معروف ليسمى ذهب وإياب وش نديرو حدنا ربع حالات واحد ني ثلاث أربعة عدنا كا بالنسبة إلى كا وكا دو بالنسبة إلى الجهة التانية كا دو هذه كنكون التحت داما وهذه كنكون الفوق كا دو وهنا الحالة الجهة ستعنا أسكره وش نديرو هذه الحالة الأولى الحالة الأولى ندير ندير في الصفر مرة نديرها في الصفر وهذه نديروها في الواحد توقف نشوف أسكره هاي مش عالدول لا لا نتبع السلك التانية أنا هكا تمشي لهنا هب هنا تحبس ما كاش السلك هو يكمل يربط هاي مفتوح القاطعة هاي مفتوح كاي مفتوح إذن المصبح كيفاش يكون يكون طافي نديرو نديرو صفر مرة يمرتبط الكاء هاي مرتبطة مع الصفر كاء مرتبطة مع الصفر والكادو ره يمرتبط مع الواحد في هاي الحالة كيفاش كان مصبح كان طافي مكاش مورود التالي الكهربائي إذن كان طافي صفر نفس الشيء بالنسبة لتنين الحالة تنين مرة ره في الصفر ومرة هالجه تكون في الصفر نشوفو إذا يمشي وي ره مغلوق إذن يمر الطيار الكهربائي كاء كان في الصفر كادو كان في الصفر ونحطو واحد واحد يعني أجل كان مشغول المصبح الحالة الثالثة مرة كان في الواحد وهدي كان في الصفر إذن نشوفو تمشي هنه مفتوحة إذن ما يشعل المصبح ما يلحق لش الطيار إذا كانت في الواحد كانت في الواحد وكادو كانت في الصفر و المصبح كان طافي المرة الثالثة كان في الواحد توقن شوفو إذن أجل يقعد مشغول المصبح تعنا بسكور هم مرتبط عدنا كانت في الواحد كان واحد باش ديكم سهلا ست سمبل شوفو كيد كون لدكم صفر والواحد يعني مختلفين في الإشارة تعطيكم من الصباح دايما طافي يكون في الصفر وإذا كان في نفس الإشارة 0011 المصبح يكون مشغول مرات يقدر الأستاذ يدار لكم فخ إذن ما يسميش هدو الصفر صفر مثلا يسمي صفر واحد ولا واحد صفر ولا لازم تشوفو التسمية على الأستاذ كيفاش ما تكون صفر صفر واحد واحد إذن كيدل تلقاو صفر صفر واحد واحد كيكونوا مختلفين صفر واحد ما يشارش ويكونوا نفس الإشارة يعني نفس الشكل صفر صفر واحد واحد المصباح يكون مشهور إذن هكذا كنا نشوفنا الثالث حالات اللي كانوا باقيين في التيل الكهربائي إذا عندكم أي أسئلة ما لكم غير تطرحوها في كومنتر وبالتوفيق